السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم اصدقائي. بلقاء جديد مع احمد صالح. وضمن عنوان صناعة المحتوى التدريبية باستخدام برنامج الباوربوينت. اليوم راح نقدم نمط اكتر جاذبية. واركوة الطف على دياتكم بالعمل واكتر جاذبية الى برنامج الباوربوينت. كيف ممكن نحن نطلع عرض سلايد شو فينا نقول او عرض باستخدام الصور وايصال افكارنا باستخدام الصور والحركات اللي بيقدم ليها البرنامج او الانيميشن البسيط بهايدي الجمالية. وامكانك بنفس الوقت انك تصدرها مقطع فيديو مع اي مقطع صوت بيتضمنه هذه الشرائح او هذه الصوريات وتطلع منها مقطع فيديو تقوم باهداءه او تقوم بارساله الى احد لمنصات التواصل. ويكون فيه فكرة تعليمية او يكون فيه قيمة او مبدأ انت بتحب تقدمه لجمهورك ايا يكن بالعموم. كيف ممكن احنا نصمم هذه المخرجات ضمن برنامجنا? البسيط برنامج البوربوينت. هادي اللي سيكون محور لقائنا معكم بهذا اليوم ان شاء الله. قبل ما نبدأ احبائي اطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وتترك تعليق لو تكلمت. وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناتنا. لا تنسى تعمل اشتراك وتفعل مفتاح الجراص اللي اصالك مني كل الجديد. وايضا لو تسهموا معي في اصال هذه المعلومات الى اكبر قدم ممكن من الباحثين. فبتكونوا يعني قدمتولي دعم اتمنى من حضراتكم من خلال مشاركة هذه الفيديوهات او هذا الفيديو بالذات الان انك تعمل مباشرة تضغط على مفتاح المشاركة وتحطوا حالة على وترسلوا الى اي جروبات انت منضم له له. وحتى على صفحتك على الفيسبوك. اهلا فيكم مرة تانية. ويلا نبدأ مباشرة بعد الفاصل بعد ما شغلنا برنامج يا احباب. رح نقوم بشريحة معينة شريحة واحدة ادراج كافة الصوريات يلي انت كنت مجمعة وحابب تعملها عرض تقديمي. تمام? طيب. بالشريحة التانية رح نضيف النصوص اللي احنا محتاجينها. الان رح اقوم بادراج شريحة جديدة. ونبدأ على بركة الله تصميمنا اليوم. وخطوة خطوة على مية مهلنا. اول شي انا رح اختار الخلفية. انا كنت جاي بخلفية. هذه الخلفية. طبعا هذه الصوريات رح تكون هي مضمنة معكم بصندوق الوصف. بالملف اللي حتى تتسفادوا منها. وبإمكانكم انكم تتوجهوا الى الرابط ايضا الموجود في صندوق الوصف. لتحميل الصوريات بموقع مجاني. وبيقدم لي صور بدقة عالية. رح نختار الخلفية. اختار كنترول زائب اكس. ورح نجيبها هون كنترول في. ونحط الخلفية وين? بالشريحة. او على ملء الشريحة بالضبط. متى ما انا شايفين يا احباب. رح نرجع الى الشريحة اللي فيها كل الصور. واخد اول صورة كنترول زائد اكس. وباجي على شريحتي الرئيسية وكنترول زائد في. الان رح ااخد ابعاد للصورة بتناسب العرض اللي رح اقوم بتصميمه وانشاؤه. رح اترك بعد مسلا عندي على اليمين وعليسار بهذا الحيز. وعندي بالاعلى عندي هذا الحيز. الان ازا في عندي او خلينا اخدها للاعلى شوي. تمام? لاني مساحة اللي رح اقوم باقتصاصها هي الان من الاعلى. المساحة متى ما نشايفين الان متناسب بين اليمين واليسار. ونفس المبدأ محتاج يكون متناسب بين الاعلى والاسفل. احددت صورة. وبتوجه الى قائمة التنسيق. وبنفعل امر اقتصاص. رح انقر مع السحب للاسفل. لحتى انا ارسم هذا الحد بالضبط. تمام? احدد عليه بحيس يكون تقريبا. يعني يكون عندي الاوضاع متناسبة. تمام? او القياسات في الحواف كلها متناسبة. برجع بنكر مرة تانية على مفتاح اختصاص لقص المساحات كلياتها. وهلا رح ناخد مباشرة محاذاة الى الوسط ومحاذاة الى المنتصف لضبط ابعاد الصورة بدقة اكبر. بنرجع الى الشريحة الاولى وبختار الصورة التانية كنترول زائد اكس ورح نجي على الشريحة الرئيسية وبختار كنترول زائد في. رح نضع الصورة بمكان. لان انا محتاج ان يقص المساحات الفارغة العلوية الان. تمام? وبنكر بس حب وبكبرها لحتى تكون معي على قدر الصورة الاصلية. نفس المبدأ بتوجه الى تنسيق ومنفع الاقتصاص. وبنكر مع السحب لحتى اضبط الصورتين فوق بعض وبعض بنفس المقاص تماما. وبرجع بنكر مرة تانية على مفتاح اقتصاص. رح نختار ونكرر العملية على كل الصوريات. معلش وان مليتوا معانا اليوم بهذا اللقاء. لكن حريص انه انا بالاعادة اتضل كل هذه الادوات والمعلومات انتم محتاجينها اتضلها عندكم. طيب رح انكر اصحب نفس المبدأ. رح انقص بالمساحة السفلية الان. فلهيك رح تزغل الصورة او نزل الصورة الاسفل. بنرجع الى تنسيق. اقتصاص. بنكر مع السحب. هذا هو الحد الصور. وبنكر اصحب مرة تانية. متل ما انا شايفين. نحن الان على نفس الحجم بالضبط. طيب. بنرجع الى الصور. كنترول زائد اكس. وبجي الى هون. انا كترت شوي صور مشانشوف جمالية الحركة بصراحة. اه متل ما شفتوها بالمقدمة الفيديو. تمام? مشان نشوف الجمالية بالعموم. رح ناخد صورة الاعلام. تمام? ورح نقص المساحات العلوية. متوجه الى تنسيق. ومنفع الاقتصاص. وبرجع الى هذا المكان بالضبط. وبرجع بادوس اقتصاص مرة تانية. نختار الصورة كنترول زائد اكس وكنترول زائد في. برجع لهذا المكان. وبنكر مع السحب لحتى انا اوسع على عرض الصور بالضبط. عندي حتة اضافية. رح نقوم باقتصاصها بنفس الادات بالضبط. تمام? بنكر مرة تانية. يلا ماضل عندي صور كتير. هل بيعدي هالصورتين. نفس المبدأ. تمام? رح انقر واسحب لهون. وبزودها على ملء الشريحة او ملء الصورة بالضبط نفس المقاس. وبنفع الاقتصاص. وبسحب له حتى احدد المساحات الزائدة. متل ما انا شايفين. بالضبط. وبقي عندي اخر صورة. كنترول زائد اكس. ومنجي لهون كنترول زائد في. رح نسحبه على هذا المكان. تمام? ورح نوسع بهذا الشكل بالضبط. طيب المساحة العلوية رح اقوم باقتصاصها. من قائمة تنسيق. اقتصاص. بنكر مع السحب. تمام? واقتصاص. الشريح الاولى ما ضلت محتاجة. بنعمل لها حزف. وبجي على شريحتنا الرئيسية. الان يا اصدقائي خلي ازغي العرض شوي. واسحب الصوريات لهون. تمام? مشان نشوف صور يصاروا معنا. وعننا تركها يصغيرونة. ورح نشتغلها على تصميم الصورة نفسها. خلني اسحب كل الصور الى خارج نطاق العمل او خارج منطقة العمل. هيدا هي كل الصور اللي هني معنا. تمام. رح اجي الى الصورة اللي بقت معي اول واحدة. الصورة الرئيسية. وبنرجع الى تنسيق. وبناخد اقتصاص. قص الملاءمة الى شكل او بشكل معين. انا محتاج ان اعمل لها اقتصاص بشكل معين. فلا هيك انا رح اجي واختار على سبيل المسال هذا الشكل. تمام? خلني انكر واسحب. هذا الشكل. بتلاحز الان الصورة صافلة تدرج من هون. مو واضح ما اكون حاليا بس الكبرناها. راح توضح بالضبط. تمام? لاحز الان. هذا الشكل جميل جدا جدا. لعرض الصوريات. خلني اختاره على سبيل المسال يكون معي بهذا الشكل بالضبط. تمام. الان برجع الى قائمة الشريط الرئيسي. بعمل ديبلي كليك او نقر مزدى ورح نسخ التنسيق. وبطبق هذا الشكل اللي انا اخدته على كل الصور بالضبط. على كل الصور. تمام? اضغط مفتاح اسكيب. نرجع الى اول صورة انكر باليمين وبختار تنسيق الصورة. راح نتوجع الى التأثيرات. في عندي شي هون اسمه توهج. شو اسمه? توهج. في عندي بعض العددات. بعض الالوان. فيك تختار اي لون من لون وتختار اي نمط جاهز. او انت بتختار اي تخصيص تحتاجه سواء من لون او من الكسافة او التدرج. راح نختار حجم. وليكن معاي مسلا. بهذا الشكل بالضبط. تمام? فينا نزيده شوي. فينا نغير اللون. لاي لون انت بتحتاجه او بتختاره. ما عندك اي مشل فيه. وليكن معاي هذا اللون مع الخلفية جدا مناسب. نفس المبدأ وبروح. وبننقر على الصور كلياتهم بالعموم. راح اضغط على اول صورة والتاني والتالتة واحدد كل الصور مع بعضهم البعض. كل الصور. وبنختار تنسيق. محاذة الى الوسط. ومحاذة الى المنتصف. لحتى اضوط كل الصور مع بعضهم البعض. لكن الصور بهالمرة كانوا فوق بعضهم لكن ما كانوا وين? ما كانوا في منتصف شريحة. لهيك راح انقروا اسحب. وبحدد كل الصوريات مع هذا صورة الخلفية طبعا. وبختار كنترول زائد جي بنعمله. وهلا بنختار محاذة الى الوسط ومحاذة الى المنتصف. لحتى اضبط انه هن كلها تنصروا في منتصف الشريحة. بلغي التجميع بالضغط على مفاتيح مع حرف جي. لحتى يرجعوا كل صورة لحال. الان يا احبابي راح نتوجه الى ادراج وراح نختار نفس الشكل اللي اخدناه على هيئة الصور. هذا هو نفس الشكل راح ندور عليه. وناخد نفس الشكل تماما. هذا هو الشكل. وبنقر مع السحب. وبرسم هادا الشكل. خلني اوسعه كمان لهون. الى نهاية الصورة. وهون راح نزله للاسفل. وهون كمان للاعلى. راح انقره اسحب بحيس يكون تركيب الخطوط والانحناءات. يعني ياخد معي نفس ابعاد الصورة بالضبط. متل ما انا شايفين تماما. راح نتوجه الان لادراج. وراح اختار شكل المستطيل. راح انقر مع السحب. واترك فقط. يعني الحتة هيدي ضمن التحديد. يعني هذا المستطيل. تمام? راح اتركه. فوق الشكل. لكن عندي هيدي المساحة اللي انا محتاجها فقط. فلهيكا راح احدد الشكل الاول. اضغط كونترول. ومن ثم المستطيل. ومن قام التنسيق بنجل الاشكال راح نختار طرح. فرح يضل عندي فقط هذا الشكل. متل ما انا شايفين. انقر باليمين عليه. نتوجه الى تنسيق الشكل. الخط راح يكون عندي بلا خط. والتعبئة باختار التعبئة متدرجم. تمام? خلني اختار على سبيل المسال هذا اللون. وهون عندي هذا اللون الاكشف منه. تمام? وخلني اختار يكون عندي اياه بالاسفل الى اعلى. تمام? هذا خلنا نزيده كمان بالكسافة اللونية شوي. لحتى يعطيني التدرج جميل وواضح للغاية. مثل ما انا شايفين بالضبط. هذا هو الشكل. الان نرجع لادراج ومن الاشكال المختار شكل راح يكون يتضمن معي النصوص. وليكن عندي المستطيل يلي زوايا مستديرة. راح خلينا نحط المستطيل بهذا المكان. تمام? مشتغل شوية عندي اياه بالزاوية. تمام. راح ناخد هذا الشكل احدده. وبختار مشريطه رائيسي نسخة التنسيق. وبتطبقه وين? على نفس المستطيل اللي انا بقمت بالاسبوع. هلا حاليا راح نختار اول عائلة نصوص. راح اخد مسلا هذا النص وهذا النص كنترول سين. وبنجي لهون كنترول في. بلسقهم. حطوا بيدا المكان. وخلني الونهم باللون الابيض. راح نختار واحد لا واحد. تمام? هل نوسع شوي. وعندي هون شي اسمه تباعد. للاسطور خلني كمان اوسعها شوي. يعني ازا عندك فقرة بامكانك انك تزينها بالطريقة رائعة جدا جدا. هون راح نختار ظل للعنوان. تماما. هذا الشكل اللي رسمنام. هذا الشكل اللي رسمنام. راح اتوجه الى التأثيرات. ونعمل ظل لالو. ظل في المنتصف. تمام? متل ما انا شايفين. بالضبط. راح اقلل شوي شفافية. والضعبية ربما انزيدها شوي لا بس في الموضوع. لهم يكون في عندي ظل موجود. راح نتوجه الى ادراج. ومن الاشكال راح اخد شكل بيضاوي. راح اضغط وفتاح الشيفت وبنكر مع السحب لرسم دائرة. يعني معي بهيدي المساحة. اطار. بخليها بدون اطار. والتعبية عنديها باللون الابيض. تمام? تكون هي منتصف الشكل. معي بهذا الشكل. تماما. خلنا نوسع المساحة مشان تكون واضحة للكم اي دائرة متل ما انا شايفين. ناخد منها كنترول زائد دي نسخة تانية. تمام? تمام. ورح نجي الان الى التعبية. في عندي شي هون اسمه الشفافية. راح نقص الشفافيتة بهذا الشكل. وبختار كنترول زائد دي تنتين تلاتة اربعة خمسة. انا نسيت والله كم صورة صاروا معنا. راح اختار وليكن معاي ست صور. فهدول اللي انت بتكررهم على عدد الصور اللي انت عاملهم. تمام? خلا بينوا معنا وفينا نعدلها. الان البروجيكت او المشروع بالعموم اصبح جاهز لوضع التأثيرات عليه. راح انقر باليمين. على شريحتي. وبنختار تكرار للشريحة. شو نختار? تكرار للشريحة. الان بالنسخة التانية راح اجي الى هيدا الصورة. بالمقدمة. بعمل الالتفاف. بكل بساطة. وبنكر عليها وبسحبها الى خارج فراغ العمل بالضبط. النص نفسه مربع النص بحركم مسلا لهون. تمام? واقوم باستبدال النص. خلني الان احدد. واقوم باستبدال النص. يعني انا باستبدل النص. خلنا نجيب النص التاني ما اللي يكون عندي اياه من هون. هاي كنترول سي. وبجي لهون ونختار كنترول في. تمام? خلنا نضع النص كمان بنفس المكان. راح نختار ايضا لون ابيض. بنوسع الى ساطر ونص. ومنضيقها هون شوي. تمام. تمام. وعندي هون ايضا راح نختار اللون الابيض. ونجعله مزلل. ويكون معي العنوان مسلا بهذا المكان. الان بالشريحة رقم اتنين. اللي بتعرض صورة التانية. تجي الى هيدا الدائرة. وبنعمل شفافيتها. هاي عندي اياها شفافة بنسبة اربعين في المية. تمام? هيدا بلغي شفافية اللي هي رقم اتنين. وبجي على هاي وبسوية شفافة بنسبة اربعين في المية. متلى متل البقية. يعني نحن الان بمعنى لو نحن وين صرنا? عند السرعة رقم اتنين. لكن المدخل للشريحة بنتوجه الى قائمة الانتقالات وبنختار تحويل او تحول تدريجي. تحول تدريجي. تمام? وبنجي الى الخيارات وبنختار يكون عندي اياه بالاحرف مشان حتى الاحرف تتطاير معنا. متل ما انا شايفين بالضبط. تمام? طيب. برجع بكل بساطة بنقر باليمين وبنختار تكرار للشريحة. تمام. بالشريحة الاخيرة اللي هي هيدا هي الشريحة. هيدا هي الصورة بجي بعمل التفاف لألم. كمان بنقر وبحركها الى الخارج متل ما انا شايفين بالضبط. راح نختار المربع اللي بيحددني النص اللي هو العفل ومستطيل. تمام? وخلني احزف هذا العنوان. ونجيب العنوان التاني يلي بعده. وليكن عندي مسلا هذا العنوان كنترول سي. وبجي لهون كنترول في. نفس المبدأ راح نحرك لهون. ونختار من التنسيقات عندي اللون ابيض. ويكون عندي ظل للنص. الآن نحن بالشريحة الاخيرة يعني بصورة رقم تلاتة. تمام? راح نجي الى هيدا الدائرة اللي هون. وبنعمل شافية صفر. ويلي قبلها راح نسويها شفافة بنسبة اربعين. بالمية. اما بنسبة الانتقالات فنحن كنا مختارين للتحويل. والتأثير موجود على الاحرف والامور كلها جاهزة فقط لغير. كل ما هو عليك انك تحرك الصور والنصوص تغيرها فقط لغير. راح ننقر على تكرار مرة تانية على عجل. راح ارجع اعمل تدوير معين. وبنكر بسحب الصورة. الى مكان خارج. خارج الشريحة. وبرجع الى النص. وبنرجع الى النص ايضا بسحبه على هذا المكان. خلني اوسعه هالمرة شوية الاعلى مسلا. تمام? وناخد هذا الشرح بنحطه هون. ومن قائمة شريط الرئيسي راح نغير عندي هون الابعاد واللي يكون عندي بهذا الشكل. تمام? والعنوان بسحبه لهون. وخلني اشيل منه كلمة تمام? اشيل منه كلمة اي كلمة? ما في مش له انا ما نمدقق على النصوص بصراحة كتير. تمام? طيب. فقط لموضوع المعينة. برجع بنكر باليمين ونختار تكرار للشريحة. هاي دي الصورة راح نعمل له التفاف هالمرة بالعكس كم? وبسحبه على هذا المكان. تمام? وبرجع برجع المستطيل هاد. فينا نعمله مسلا بها معي بهذا الشكل. تمام? وهي دي خليها عندي اياه هون. خلني بس انا اقلل شوي. وانكسفت النصوص. لكن بحيس ان هي تصل معنا الفكرة. واجيب النص التاني عندي ايام. يكون عندي اياه هون. تمام? برجع بنكر باليمين ونختار تكرار للشريحة. هلا في عندي ان شاء الله انا فقدته موضوع الالوان. راح نتفقدها مرة تانية. نحن هون بالشريحة رقم ثلاثة. وهون بالشريحة رقم اربعة. هيدي راح تكون عندي اياها. صفر. وهيدي راح نسويها شفافة اربعين بالمية. حتى ما نرجع له. تمام? وباجي لهون. ايضا هيدي بتكون عندي اياها. شفافة بنسبة اربعين في المية. نحن صرنا عند شريحة اولى. صورة تانية. التالتة اربعة خمسة. ازا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. هيدي تكون عندي اياه خمسة. تماما. طيب. الان برجع بنكر باليمين. وبنختار تكرار للشريحة. وبرجع بشير الصورة. بعمل الالتفاف وبنكر بسحبها لاي جهة ما عندك مشكلة فيها اطلاقا. تمام? اه اما المربع او المستطيل فينا نحركه كمان لاي جهة بنختاره. وليكن معاي بهيدا الجهة مسلا. وبنرجع مرتب النصوص ما محتاجينه بهيدا الفقرة. وليكن على هذا الشكل. هاد راح يكون معي شفاف. بنسبة اربعين بالمية. انا اعتذر ازا كان سقط مني اي شيء سهوا بهذا امور هيدا. وهذا راح نتركه شفاف او تركه شفافية صفر بالمية. تمام? ارجع انكر باليمين وبنختار تكرار للشريحة. وعندي هيدا الصورة كمان برجع بعمله التفاف. وبنكره بسحبه الى الخارج. خارج فراغ العمل. تمام? هاد راح يكون معي شفاف بنسبة اربعين. بالمية. وعندي هاد بيكون عندي شفاف صفر بالمية. تمام? واخر شيء ازا بتحب تعمل اي بنر. تعمل اي تحلاية. تمام? خلنا نوسع نصوص الان بالعكس. خلي يكون معي هون. هاد راح نكرره على هيئة مربعين. نحزف هدول. تمام? او على شكل عمودين يعني. تمام بهذا الشكل. طيب هيك بيكون تقريبا او مو تقريبا هو انتهى معنا العمل. الشريحة الخاصة بالنصوص راح اكون بيحسفا. تمام? بيمكننا نحن ندخل صوت على هيد الشرائح. وخليه ممتد على كل الشرائح. الان ما راح اتجيب صوت لاني هو الامور بسيطة وما فيها شيء. الان راح نبدأ بالعرض على شكل التالي. راح انقر لمرة واحدة. وابدأ تشغيل العرض. كل ما نقرت على الموز راح تقدم بالشريحة على الشكل التالي. هذا التغيير الاول او الشريحة الاولى. وتقدم حتى معي مت ما انا شايفين هون سننابل رقم اتنين. برجع بضغط مرة تانية. اعطاني هذا التحول تدريجي الرائع بصراحة تحويل مرف من اجمل التحويلات او التحولات والانتقالات ما بين الشرائح اللي بتعطيني جمالية جدا 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 للاشكال والنصوص والصوريات. متل ما انا شايفين بالضبط. برجع باختار واخيرا نهاية مشروعنا وبنهاية سلايدي. اتمنى ان شاء الله بهذا اللقاء اكون قدمت لحضراتكم بشيء فعلا مميز. وبيليق فيكن وبطلابكم ومتابعينكم اتقدمون اي محتوى فعلا يلفت الانتباه. تجزو عنك الخير ان شاء الله. والف شكرا لمتابعتكم. كل حد وصل معي لهذه النوطة بالفيديو. اتشكرك من القلب. وبرجع بكررير بطلب لنك مرة تانية التفاعل على هذا الفيديو. ولا تنسى تعمل مشاركة يا اصدقائك. تجزع عني مرة تانية كل خير. والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة